العادة احنا برنامج هدفه الأول الأخير هو جمهور الزمالك عشان كده خدنا رأي حضراتكم النهاردة على السوشل ميديا يا ترى شايفين ايه هي أهم أسباب إصابات لعيبة الزمالك كتير في الفترة الأخيرة تعالوا كده نشوف جمهورنا دي الزمالك بعت لنا ايه نبدأ من عند كرم كمال بيقول مساء الخير والسعادة عليك يا مينة تلاحم المساريات والمباريات الإجهاد البدني الإجهاد النفسي والعصبي كثرة الضغوط والتصرع والتهور إيمان الشناوي بتقول مساء الخير عليك يا مينة الإجهاد وعدم الروحة الكافية للعيبة احنا لسه طالعين من دوري وكاس ودخلنا على كاس لوسيل وبعدها أفريقيا والدوري وكاس السوبر بإذن الله اللعيبة تتعافى وترجع بالسلامة إن شاء الله وكمان توقف الدوري جه في الوقت المناسب إن شاء الله نرجع أقوى من الأول زمالكوية وأفتخر من إنستجرام نوها بتقول الحسد بس قبل الحسد أكيد فيه إجهاد كتير في التمرين أو الجهاز الطبي لازم يعيد ترتيب حساباته في الموضوع كوكي بتقول الحسد اللعيبة تحسرت عشان هم أحسن لعيبة في مصر في أحسن نادي في مصر وفي أكاونت اسمه زمالكوية بتقول إجهاد وتعب ولازم اللعيبة ترتاح ومش عاوزين اللعيبة تتأثر بخسارة السوبر وإحنا دايما معاكم في الهزيمة قبل الفوز اشتركوا في القناة